اشتركوا في القناة نورتنا أكيد ومبروك على حصولك على هذا التكريم وهذا الدعم المعنوي من وزارة الشباب خاصة للتميز الشبابي لكن بالبداية أودنا لو تكلمنا عن فكرة بحثك في مجال الخلايا الجذعية باختصار فكرة البحث كانت تقوم على استخدام الخلايا الجذعية لتكوين أنسجة بشرية نستفيد منها في بعض الدراسات الدوائية عشان أبسطها حق ساعد المشاهدين الأنسجة العصبية صعب أن نحصل متبرع بهذه الأنسجة يعني لا أحد يريد تبرع بجزء من مخة مثلا فبالتالي لجئنا إلى الخلايا الجذعية وقمنا بتحويل هذه الخلايا إلى أنسجة عصبية بالمختبر عشان نستغلها في التجارب الدوائية والعلاجية نعم أنزين دكتور يعني وظيفة الخلايا الجذعية شلون تم في عملية تخزين الدم؟ هذا لسؤالين السؤال الأول سنقول وظيفة الخلايا الجذعية وظيفة الخلايا الجذعية تعتمد على نوحة مثلا الخلايا الجذعية الجنينية وظيفتها هي تكوين الجنين أما وظيفة الخلايا الجذعية البالغة فهي أن تعويض الخلايا في جسم الإنسان نعم الشق الثاني من السؤال هو تخزين الدم هو دم الحبل السري أتوقع أنت اللي تقصدينه تخزينه يتم بعد عملية الولادة ويتم تخزينه في درجات حرارة منخفضة من الممكن أن الواحد يخزن مثل ما يخزن الدم العادي نعم زين دكتور هالنوع من الدراسات شنو ممكن أن نحن نحقق منها من نتائج طبعا هناك نوع من نتائج في نتائج نقدر نشوفها على المدى القصير وفيه على المدى البعيد المدى القصير مثل ما ذكرت بالبداية استخدام النتائج أو هذه الأنسجف بغرض الدراسات الدوائية يعني أنا مثلا آخر الدواء وأحقن هذه الخلايا وأشوف شلون ممكن هالخلايا تتصرف بعد الحق بهذه الأدوية طبعا نتيجة مثل هذه الدراسات تعطينا فكرة إذا كان دواء مثلا سليم أن نستخدم مع البشر أو لا هذا نقول على المدى القريب المدى البعيد أنه ممكن نستفيد منها علاجيا ولكن ما زلنا في بداية الطريق لهذا النوع من العلاجات نعم هل سويت أبحاث أخرى ودراسات أيضا متعلقة في مجال خلايا الجذعية غير اللي سويتها في آخر دراسة نعم يعني حاليا بالتعاون مع دكتور أشف المدهون في محة دسمان السكري قاعدين نستخدم الخلايا الجذعية الموجودة في الحبل السري وليس دم الحبل السري وقاعدين نستغلها أن نحاول أن نسوي لها عملية تمايز عشان تعطينا خلايا بنكرياس منتجة للإنسلين نعم نزلين مسمى الخلايا الجذعية ممكن هناك بعض العيادات أو المراكز الطبية تستغل هذا المسمى إيش لون ممكن أن نحن نتحقق من هذا الشيء واي وايد يعني خصوصا في دول أوروبا الشرقية وشرق آسيا أيضا يعني أنا ممكن نذكر دولتين الصين وأيضا أوكرانيا للأسف يستغلون الخلايا الجذعية لأسباب تجارية بحتة يعني للأسف حتى بالكويت في فترة من الفترات كانوا يسوقون حق البي أر بي أعلنها خلايا جذعية يعني يستغلون الاسم لغرض تجاري صحيح طبعا أنا أنصح أي شخص يشوف مثل هذه الإعلانات أنه يروح يتحقق من طبيب موثوق فيه قبل ما أنه يقدم على خطوة أنه يسافر مثلا أوكرانيا ليدعون أنه يستخدمون الخلايا الجذعية لعلاج السكري نزل عمليات التحقق من هذا الشيء هل هي صعبة أو لا ممكن أنه يوصل لها والله حق الشخص اللي يكون عنده سنقول الحد الأدنى من المعلومات سهلة ولكن للأسف يعني بعض هذه المراكز قاعدين يطورون حيل عشان تحيلون على الشخص ويهمون أن هذه الخلايا ممكن أن نتعالج أنصح يعني أسهل طريق أن الواحد يلجأ حق طبيب موثوق فيه يسأله قبل أن يقدم حق مثل هذه الخطوات لأن للأسف مثل ما ذكرت يعني هالمراكز في هذه الدول كانوا يسوون مواقع باللغة العربية عشان يجذبون الناس ويهمونهم أن والله ترى هالخلايا فعالة ويحطوا لهم قصص مفبركة أن فيه ناس أرد يخذوا هذه الحقن وعالجوا مثلا داء مثل السكري مثل باركنسون مثل الشلل ولكن يعني كلها إدعاءت كات بالأسف نعم نزين دكتور في دراستك ذكرت أن أحد أخطر الأمراض المرتبطة هي مرتبطة في الخلايا الجذعية لا يريد لو توضحين هذا الشيء أكثر لا لذكرته أن أكثر الأمراض هي اللي يهمتعق بالجهاز العصبي خطورة الأمراض المتعلقة بالجهاز العصبي تأتي من يعني بسبب أن العصاب متى ما ماتت جسم الإنسان البالغ يعني ما عنده القدرة على أن يعوضها فبالتالي يعني إذا كان مثلا هناك إصابات أخي نقول الدماغ أو مثلا أمراض مثل الزهايمر والباركنسون إذا تسببه وفي موت الخلايا العصبية صعب أن جسم الإنسان يعوض هذا الخلايا ومن هنا تأتي خطورة هذه الأمراض نزين ليش صعب؟ هل لأنه في نقص مثلا؟ طبيعة الجهاز العصبي خصوصا بالأنسجة البالغة يعني ما يكون عنده قدرة على السلف رنول أو خنقول التجديد فبالتالي يعني هذه طبيعة الجهاز العصبي هذا يختلف من شخص إلى آخر أو هي بطبيعة جسم الإنسان عامة لا بطبيعة النسج العصبي نفسه يعني الأعصاب الجسم الإنسان غير قادر على يعني مثلا لو خنقول تعرضنا حق إصابة بالجلد نشوفنا الجلد على طول الجرح يلتأم إلا أن هناك خلايا قاعدة تنقسم وتتحول وتعوض الخلايا المصابة ولكن الجهاز العصبي لأسف هو بهذه الطريقة يعني قدرة الجسم على تعويض الخلايا خنقول ضئيلة 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 جدا 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 خصوصا مع التقدم بالعمر فبالتالي غير قادرة على خنقول أن تعكس أثر هذه الإصابات أو هذه الأمراض نعم أنزي الدكتور أيضا أنت قاعد تقوم في دراسة أخرى وهي العلاج مرضى السكري ياريت لو تكلمنا عنه يعني أنا بالبداية أحب أن أكون دقيق بالسختام الألفاظ عشان ما أوجه يعني واحدة الانطباع الخاصة للمشاهدين هي ما هي تجربة لعلاج المرضى ولكن هي مثل ما ذكرت نستخدم الخلايا الجذعية نحولها حق خلايا بانكرياس منتجة للإنسلين هذه تعاد خطوة خطوة أولى نحو تطوير علاج لمرضى السكري ولكن ما زلنا يعني سنين خنقول قبل ما أننا نوصل حق مرحلة أننا نحن نسوي خلايا جذعية نقدر نعالج فيها مرضى السكري نعم لكنها خطوة جميلة ممكن أن تحل كثير من الأمور خاصة لمرضى السكري صحيح يعني هي تعطي أمل ولكن أنا ما أعطي وهم أبي أعطي أمل ولكن ليس وهم فبالتالي الواحد يكون شوي دقيق باستخدام اللفظ الصح في وصف البحث الذي قاعد يقوم فيه يعني مثلا لو أنا أتكلم عن البحث الذي قاعد يقوم فيه حق مجموعة من العلماء ممكن تشوفين وصفي يختلف لمن أبي أطلع مثلا عند الناس العامة ليش؟ لأن طريقة تعاطيهم مع المعلومات اللي أعطيها يكون خطأ فالشيء اللي أنا ما أحاول يعني أحاول أبتعد عنه أن أعطي أمل أو وعود أو أعطي يعني أمل غير حقيقي حق المرضى أنه والله يعني بالقريبا قريبا مثلا رح نستخدم هذه الخلايا لعلاج السكري ولكن نتائج المبدئية اللي حصلناها بالمختبر مشجعة ممتاز ألا أوفقكم يا ربو إن شاء الله توصلوني إلى النتيجة طيبة دكتور أنت شاركت أيضا في العديد من المؤتمرات شون تشوف نظرة الباحثين في دول العالم كلها؟ والله يعني إحنا بالبداية لما نروح نشارك في مثل هذه المؤتمرات تسغط جميع الخنقول الجناصي وبالتالي إحنا كلنا علماء يعني ما أحد ينظر إلى جنسية العالم ولكن ينظر إلى أبحاثه والحمد لله قمنا يعني في عرض العديد من الدراسات في العديد من المؤتمرات وكان التعاطي جدا طيب يعني مع النتاج اللي قمنا فيها نعم زي الدكتور أنت حصلت على جائزة التمييز الشبابي وقدمت لك من وزارة الشباب شون تشوف هذا الدعم ممكن يأثر على الطاقة الشبابية؟ مثل هذا الدعم يعني طبعا وزارة الدولة شون الشباب مشكورة قامت باستحداث هذه الجائزة والأتوقع الآن قاعد تنفي بصورة سنوية يعني أتوقع حالسنة رح تكون الجائزة بنسختها الثانية الشباب محتاجين حق هذا الدعم لتوجيه طاقاتهم بالاتجاه الصحيح فخطوة ممتازة ووزارة الشباب مشكورة يعني غير الجائزة عندهم العديد من الفعاليات والعديد من البرامج اللي تساعد الشباب على توجيه طاقاتهم بالاتجاه الصحيح حتى يعني يدونوا نحققهم فيها إنجاز يعود عليهم بالنفع وأيضا على المجتمع نعم رسالة أو كلمة منك للشباب علشان يشوفون نفسهم أو يبدعون في مجالاتهم المختلفة هو شغلة وحدة لازم يكون عندهم خنقول الجرأة والشجاعة أن يأخذون الخطوة الأولى أو المبادرة يعني العديد من الشباب يكون عندهم طاقات خنقول ما حد يدري عنها صح يكون عندهم خنقول أفكار ما قالوا يعني ما ضحوا فيها لأحد يكون في عندهم تردد أن يقدمونها أو تردد أن تشوفين إنجازاتهم عند الملأ يعني نعم فنصيحتي لهم أن هذه الخطوة الصعبة اللي هي الخطوة الأولى يعني أنصحهم نتحلهم بالشجاعة أن يخطونها لأنها بداية طريق للإنجازات إن شاء الله نعم وإنت بداية طريقك وقعد تشوف قعد تحقق إنجازات جدا جميلة لكن خطتك المستقبلية شنو بتكون والله كخطة بعيدة المدى إن شاء الله أن أبحاثنا اللي قاعد نشتغل عليها ليل نهار تعود بالنفع على مجتمعنا بالكويت وتساهم في نهضة الخدمات الطبية والصحية المقدمة في دولة الكويت نعم شكرا لك الدكتور حمد الياسين أستاذ مساعد بقسم المختبرات الطبية بجامعة الكويت وباحث زائر بمعهد دسمان للسكري شكرا على وجودك معنا اليوم منورتنا ومبروك على هذا الإنجاز الجميل مشاهدين إحنا مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل